النهاردة الزمالك بداية جيدة في دوري أبطال أفريقيا وانطلاقة جيدة وتحيث كده أنه الزمالك بقى فريق ناضج يعني هلعب بره أرضي جوا أرضي هلعب في الدوري شباب تشكيلة النهاردة بيلعب بالتشكيلة الأديمة يعني بدون التدعيمات الجديدة ورغم كده وقف عالجله بشكل كويس من سفر وضرب الجزاء ضائعة كمان مبروك نادي الزمالك بص الزمالك خاتم عالي أو في الدوري الطبيعي أنه لما يخش على بطولة أفريقيا في الأدوار الأولين يسيبك من أنه أقول لك الفرقة مثلا أنت شايد أو لعبوا في الكاميرا أنا شايف الملعب تحفى يعني ملعب بحلم لأ حالة فوقان لعبت الزمالك زي ما أنت قلت وشوية الناشئين اللي بقهم عجبني بتاعت إيه الحاضر ولأ بقهم حاضر فعلا كانوا مستقبل هم فعلا فيهم اتنين تلاتة هيشتغلوا يشير طيب الزمالك قاد رئيس عليها كابتن الدور الجايفي فيه مع فرقة قيلة شوية ليه الزمالك عجبني أن شيكابالا عارف الله أكبر يعني أنت فاهمني يبتدي بس شيكابالا طول وقت هو بيتحدى نفسه قبل ما يتحدى لحواليه بص شيكابالا الطبيعي كان يبطل من أربع سنين بس الولد ده عمل قنبط لنفسه آه لأن هو أحلى حاجة فيه أنه كان بر قوي بولديه أو بأهله يعني دي ربك بيكرم فيه اللي يعود العودة دي أتمنى له التوفيق مع أن أنا قلت معاك أن أنا أتمنى أن يطلع من الباب الكبير أيوة ولكن لو فضل كده يشتغل زي الفل الحمد لله أنا معجب أن الراجل اللي ابتدى بيه زائد زيزو زيزو بيفكرني بنفسي سنة 94 ختم علي أو الدوري مش زيزو ختم جدا ولضمت في أول سبع ماتشاط كنت نمرة واحد برضو سألوا الكابتن جوهري قالوا عبد الجليل كان ماتش السوبر قال لك عبد الجليل وصل فورمة بدري قوي فأنا بقول لك زيزو هيوصل فورمة في خلال 4-5 متشاط طيب أدي اتنين طيب الصفقات اللي اتعملت شايفها مفيدة للخط الهجومي مفيد الوردي في نص الملعب برضو مريمان أضاي والوردية طيب وعمر جيبر وعمر برافو عليك ودنجا ودنجا لا دنجا دي اللي عجباني قوي برضو يعني هيعود طريق حامد شوي يعني فكر برضو كويس زي ما انت قلت أتمنى إن الزمالك يكمل كده مطشاط أفريقيا مش سهلة دلوقتي حتى لو الفرقة سهلة بس إنما تلعب بره لأرضك بتبقى الأمور صعبة دي بقيت ميزة زي ما انت قلت في أهلي وزمالك وإن احنا نلعب هنكسب بره مش راحين نتعادل أو نتيجة جباية خلاص برافو عليك نتيجة جباية فوز بالزبط كده فأتمنى نادي الزمالك إن شاء الله التوفيق الأهلي هيلعب مع بطل وكسب النهاردة فرقة كويسة أتمنى الأهلي إن شاء الله بإذن الله بردو خش وتمنى نهاء قرن فعلا